ما حقاقه هذا المؤتمر هو التأكيد الحي بما أطلق من أن مؤتمر شرم الشيخ هو مؤتمر التنفيذ لم يكتفي بالقرارات التقليدية وإنما سعى منذ اللحظة الأولى ومنذ الإعداد خلال السنة الرئاسية الانتقال من الرئاسة البريطانية للرئاسة المصرية بتكريس أهمية التنفيذ وتجسد ذلك في النجاح بعد مشاورات مطولة ودقيقة بأن يضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار وأن يتعدى ذلك بأن يتم اعتماد مقرر ينشئ لأول مرة صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة التحديات الضخمة وتعرض عديد من دول العالم خاصة الدول النامية للتدعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ هذا إنجاز تاريخي بعد 27 سنة من التناول من المطالبة من الدول الأفريقية الدول النامية أن يتحقق ذلك فهو نجاح للمؤتمر نجاح للأطراف ونجاح لمصر التي ترقاست هذا المؤتمر ودعمته وعملت على تجاوز كل التحديات المرتبطة كل ما تم من مشاورات وقيادة العمل بشكل موضوعي وشفاف ومكتمل كافة العناصر التي أسهمت من قبل الأطراف لتحقيق هذا الهدف أكيد أنه أيضاً برنامج شرم الشيخ للتكيف هو خطة عمل أخرى تؤكد طموح للحفاظ على درجة حرارة الكوكب عند درجة ونصف بتفتح الباب لمزيد من الإجراءات الطوعية الجرارات الحكومية لعمل في مجال تخريف الانبعاثات